على ضفاف نهر دولواغ لا يترى أطيف رجل بثوب أبيض كما هو محفور في ذاكرة الأنبوازيين بل تنتصب لوحة فنية تخلد ذكر من ينعته الفرنسيون بأفضل عدو حارب بلادهم إنه الأمير عبد القادر مؤسسوات دولة الجزائرية الحديثة وقائد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي لمدة 15 عاما وبعد مدينتي تولون وابو أوسر في قلعة أمبواز في ظروف قاسية ومنذ مغادرته السجن في عام 1852 يحتفي السكان بذكر من يعتبرونه منارة لمدينتهما يطالون يحدث نعبوازيين تشكبذه عدن أمبوازيي Mach Penسواتي المخصول توكرو حمد ilجبomics في عامان وقت مرددا مرمسا في مدينة في أمباكس الحديد ومساربه الملصقينيه مجابباً ونعاني مع الباب العملية الحديد في أيضا حسن الحديث يتوجد مباشرة لذلك ميت تطويب من البieves لأنه كان مباشرة تماماً بالكادر فهذا وعند أن أمباكس ينصحون ي Sachen تريدون مدينة جمهة في مدينة كان كنتم نعطيساً لأمباكس تفتغيظ على هذه المدكة من الابتات الضوء لن نتوجه إلى قلعة الامبواز تحديدا إلى الغرف التي سجنا بداخلها الأمير مع نحو 90 من أفراد عائلته وحاشيته بينهم 30 طفلا توجد لوحة فنية وصورة فتغرافية له إلى جانب مرسلات متاحة للباحثين Alors ce sont faits des témoignages de son passage alors il y a quelques photographies puisque c'est en bois que l'émir acceptera pour la première fois d'être photographié, portraituré ça donnera lieu d'ailleurs à la création de peinture officielle par enjeticier notamment et puis il y a un témoignage d'une nitrogravure qui était connue mais qui a été dédicacée par l'émir à l'un de ses correspondants s'agissant du lustre que vous trouvez encore dans l'église d'Amboise c'est un très beau témoignage d'un cadeau fait par l'émir à l'archiprêtre d'Amboise الشهرة التي اكتسبها القائد الجزائري لا سيما بعد إن قاضه آلاف المسيحيين في منفاه الأخير بسوريا تجلب لقلعة Amboise المئات من الزوار يوميا وعلى بعد أمطار من قبور أفراد عائلة الأمير ومقربية يوجد قبر الرسام الإيطالي الشهير يومياً لعائلة أفراد عائلة الأمير كما يثير إرث ديفينشي خلافا بين إيطاليا وفرنسا تطالب الجزائر وفرنسا بتسليمها المتعليقات الخاصة بالأمير على غيرار سيفه هي مطالب ترفعها أيضا جمعية حالقة الأمير عبدالقادر التي خصصت زيارة للقلعة بمناسبة ذكر وفاة صاحب كتاب المواقف خطوة هامة من أجل مصالحة الذاكرة نحاول أن نمشي على أطار الأمير عبدالقادر خاصة هنا في فرنسا اليوم متواجدين في قصر أمبواز نحاول جمع كل أغراض الأمير عبدالقادر نشكر كل الأشخاص اللي ساهمت في جمع هذه الأغراض عباية على الأمير وموجودة حاليا في فندق كبير ببوهران نحاول نشوف كل الأغراض منهم سيف الأمير منهم برنوس الأمير نشوف كيفاش نلقو حل باش ناخدوا هاد الأغراض للجزائر إن شاء الله هتكون فيها مبادرات أخرى منهم كيفاش نلقو حلول للجالية باش تكون فخورة بأثار هذا الأمير اللي كان هو أحسن سفير للجزائريين يكون للدولتين مدى وقدرة على تعديل بعض القوانين لاسترجاع الإرث للأمير عبدالقادر مصالحة الداكرة هي في الحقيقة ليست إلا فرضية هي فرض فرض عين وفرض حق وفرض علم لأن المصالحة من تعاليم الأمير وإن كان مدير قلعة أمبواز يعارض فكرة إفراغ المكان من آثار الأمير عبدالقادر إلا أنه يرحب بإعارة المقتنيات في إطار قانوني مشددا على أن هذه الشخصية تخص تاريخ فرنسا أيضا وإنسان يجمع المخزمه للأمير هو فترة أولاً إسناء موسيقى يأتعلمونتاً لدناً براية للأمير كان يأتعراب للأدنماً لجل قائمين تحتار الأمير التي قام برعبارة واسم ترجمة من الأحذر اليوم بخما يحرار للأمير بخصوصي الأمير ومن المصودين على المصدودة ما يوجد في هذه القلعة ما هو إلا جزء يسير من أطار الأمير في فرنسا فمن ألهم كبار المبدعين مثل فيكتوريغو يثير اهتمام الناس في أزقة هذه المدينة في مكتباتها ومطاعمها وحتى محلاتها التجارية ترجمة نانسي قنقر